في حال رجع فتح طريق الكستلو رح تبقى بحلب ولا رح تطلع فيزل الاله بقيانين ورح ينفتح الطريق والبلد هاي بلدنا arem هاي بلدنا يعني وما رح ينطلع منا الإن شاء الله بكرا بنفتح الطريق وبترجع لأمورم متل ما هي والبلد نفتح ولا ما فتح نحنا بقيانين إن شاء الله بحلب رح نبقى لأن هون نحن ولدنا وهون رح نموت هاي حاراتنا وهي بيوتنا وهي محلاتنا وإن شاء الله ما بنطلع نحن بركنا في حلب ونحن في حلب مفتح ونما فتح ونحن هنا بس إن شاء الله يفتح مشان الخلق تعيش بس نحن باقين هنا مفتح ونما فتح ما بدا لا طبعا أنا بالأساس ما طلعت وما بستنا طريق حلب يفتح أو ما يفتح نحن بالأساس طعنا بيسوره وبقيان في حلب هي أرضنا وهي وضطنا وهذا عرضنا يعني بالأساس هذا عرضنا لا قاعدين بحلب إن شاء الله وما أننا طالعين طاول وصابرين هنا إن شاء الله لا طبعا ما نضل ما مستحيل إنه نجعل نطلع يعني طلعت أنا بالنسبة إلي طلعت وبهدلت بره ورجعت بعيدة طاول طبعا راح نبقى بحلب وراح نضل صامدين للأبد وما منخلي أي شخص مين من كانوا يكون إنه يحتل وطننا وبيتنا نقى بحلب بإذن الله بلدنا وين نروح يعني هاي بلدنا وعايشين فيه وارداني في اللي الله سامننا ياه غير يقمام الحسن أقول يعني زيان طلع برات هالبلد وين نروح اللي اتشير بلده بتقيمتو ما بتملو أبدا وهي بلدنا وعايشين في بلدنا نحن والله أعطيك العافي